رغم أن فعاليات ملتقى السليمانية التي حضرته شخصيات من رأس الهرم العراقي وسياسيون ومراقبون دوليون كانت الأكثر أهمية بخصوص ما طرح من قضايا بثقت عنها أنفاس حكومة بغداد بالحديث عن العراق الكل الواحد الموحد إلا أن سطوة الهيمنة الإيرانية من خلال ميليشياتها وفق تقارير دولية كان لها أثرها في ظصريحات حكومية أحدثت جدلا هي الأخرى برسالة رئيس الوزراء التي تفيد بأن حجم التدخل الإيراني مبالغ فيه وفي هذا تفسير مثير للقلق أثره مراقبون سيما مع المعنى الذي يدلل على اعتراف عراقي ضمني بوجود تدخلات ولو كانت بعيار خفيفة وفوق ذلك لا يرى عددون أن الحديث عن تدخل إيراني مبالغ فيه بل تشير تصريحات سياسيين ومسؤولين إلى أن التدخل يصل لحجم تشكيل حكومات ورغم تلك القضايا التي نقشت ومنها التقارب السياسي الذي يطمح إليه رموز القوى والمكونات إلى أن المشاركة الأممية فتحت العيون على تصريح جريء والذي كشف عن تحذير أممي بنتائج عكسية على العراق في حال استمرار النظام العراقي السائد الذي تأسس عام 2003 التحذير الأممي لم يقف عند هذا الحد بل إنه عرج على تحديات أمنية وسياسية واقتصادية وبيئية كبرى في العراق وعما وصف على لسان بلاسخارت بالفساد المنهجي وأما على اتفاق التاريخي بين السعودية وإيران حملت تصريحات بلاسخارت تثمين الموقف العراقي في صناعة مسيرة الوساطة بين الرياضي والطهران يرافق هذا ما تحدث عنه السوداني حول الشراكة مع أمريكا والتحالف الدولي حديث يتناسب مع رسالة رئيس الجمهورية السابق برهام صالح حول ضرورة دعم مقاومات الدور الإقليمي في العراق لصناعة جدار الصد في وجه المؤثرات الأمنية والاقتصادية بالمجمل فإن ثمت مهمة صعبة يقول سياسيون إن على العراق النجاح بها والتي تتمثل ببناء نظام سياسي يستطيع على أن يخلق سيادة البلاد والنأي بتدخلات خارجية عن سياسته وأمنه واقتصاده